بروجكتر محمول ومليان بالمواصفات وممتع وعالي الاعتمادية كل المواصفات هذه متوفرة في بروجكتر البينكيو جي في ثلاثين معاكم مندر العلي وخلونا نجرب مع بعض هذا البروجكتر بينكيو ما هي غريبة عن تقديم بروجكترات متنوعة ومناسبة للجميع ولعل واحد من أهم البروجكترات اللي قدمتها هو هذا البروجكتر اللي هو الجي في ثلاثين واللي يقدم تصميم عصري وهيكل متين والشي اللي ميزة بروجكتر هذا أول شي هي القاعدة المغناطيسية اللي تجي موفرة معه بحيث تقدر تثبت البروجكتر عليها وفي نفس الوقت تقدر ترفع وتنزل البروجكتر على حسب الزاوية اللي تحب تشوف الصورة فيها وهذه القاعدة توفر لك زوايا عرض توصل إلى 135 درجة وإذا ما حبيت تستخدم قاعدة تقدر تشيلها وتستخدم ترايبود على هذا البروجكتر الجي في ثلاثين يقدم لك جودة تصنيع ممتازة لدرجة أنه رح يتحمل السقوط من ارتفاع 70 سنتي لو طاح لا سمح الله ولا راح يتأثر ولا راح تواجه فيه أي مشكلة من ناحية منافذ التوصيل اللي يقدمها البروجكتر فهي منفذين HDMI منفذ خارجي ومنفذ داخلي راح نشوفه بعدين ومنفذ Type-C يدعم الشحن بقدرة 45 واط بحد أقصى وأيضا هذا المنفذ يوفر لك إمكانية عرض DisplayPort وتقدر توصل أيضا فيها Hard Disk لو حبيت وبعدها عندنا منفذ السماعة 3.5 ثم عندنا منفذ الشاحن والجهاز يوفر خاصية التوصيل من خلال البلوتوث إذا حبيت توصل أي سبيكر خارجي وبالحديث عن الصوت فالجي في 30 يقدم لك نظام صوتي 2.1 وهو عبارة عن أربعة مكبرات صوتية متوسطة بقدرة أربعة واط لكل تويتر مع مضخم علوي بقدرة ثمانية واط وكلها معايرة من قبل تريفولو والأداء الصوت اللي تقدمه جدا ممتاز وعندما ننتقل إلى الأعلى رح نشوف عندنا زارة تحكم مع مسك الحمل البروجيكتر الريموت الموفر مع البروجيكتر أيضا يقدم لك تحكم كامل ودعم للمساعدة الصوتي لما تركب القطع المرفقة اللي تتوصل بالبروجيكتر بعد ما تشيل الغطاء الجانبي وتوصلها علشان تقدم لك واجهة تعمل بنظام الأندرويد تيفي 9.0 وتقدم لك كل خصائص الأندرويد تيفي من توصيل جوال أندرويد أو جوال آيفون وتنزيل تطبيقات من متجر جوجل وغيرها من الأشياء اللي معتدين عليها في تلفزيونات الأندرويد والأزرر في الريموت بحجم ممتاز وموزع بشكل جيد لكن للأسف الريموت ما يقدم إضاءة للأزرار علشان تقدر تشوفها إذا مثلا كنت في بيئة ما فيها نور ولكن الشي البطل في بروجيكتر الجي في ثلاثين هو أنك تقدر تبدل الدونجل هذا اللي فيها الأندرويد تيفي إذا ما كنت تحاب بشي ثاني مثلا أميزون فايرستيك وتفتح نفسك خيارات أكثر ما لها حدود وبما أن بروجيكتر الجي في ثلاثين بروجيكتر محمول فهذا يعني أنه راح تكون فيه بطارية والبطارية هذه بقدرة 4800 ميلي أمبير راح تشتغل معاك ساعتين ونصف كحد أقصى وإذا احتجت عمر أطول تقدر تركب برضو باوربانك وتشحن منه وتشغل بنفس الوقت أو تقدر توصل الشحن في البروجيكتر والتابع المشاهدة وإذا حبت تعرف مستوى الضجيج الخاص بالمروحة في هذا البروجيكتر فأقدر أقولك أنه منخفض ما بين 31 ديسبل إلى 33 ديسبل وإذا فعلت نمط الإيكو تقريبا ما راح تسمع شيء بروجيكتر الجي في ثلاثين يعتبر من البروجيكترات القليلة اللي تقدم لك مسافة عمل قريبة أو شورت ثرو وعلى بعد 2.1 متر راح تحصل على صورة بحجم 80 بوصة تتوسع إلى 100 بوصة لما تبعد 2.7 متر والدقة اللي يتم العرض فيها في هذا البروجيكتر هي 720P بقدرة سطوع 300 شمعة وعمر لمبة أو فانوس يوصل إلى 20 ألف ساعة عمل متواصلة يعني قريب 11 سنة إذا شغلت البروجيكتر هذا كل يوم 11 ساعة وإذا استخدمت نمط الإيكو مود تقدر توصل إلى 30 ألف ساعة ومن ناحية الوضوح وجودة الصورة فأشوف أنه مع 300 شمعة الأفضل أنك تكون في غرفة الإضاءة فيها منخفضة جدا أو مطفية وهذا شيء طبيعي عشان تحصل على أفضل تجربة وجودة الصورة جدا ممتازة بحيث أن العدسة تقدم لك إمكانية الأوتوفوكس والتعديل التلقائي أو الكيستون اللي راح يعدل لك ميلان الصورة إذا حركت البروجيكتر بشكل تلقائي ومن ناحية جودة الألوان أشوفها ممتازة في هذا البروجيكتر اللي تم معايرة الألوان فيه عشان توصل لنسبة صحة ألوان 97% لألوان الريك ويقدم البروجيكتر أيضا 6 تنمات صورة متنوعة على حسب المحتوى اللي أنت تشوفه ومن ناحية استخدام البروجيكتر هذا مع الألعاب مثلا على كونسل أو على بي سي موضوع الإمبوت لاغ سيكون مهم شوي بينكيو ذكرت أنه معدل الإمبوت لاغ عندك هنا راح يكون 51 ملي ثانية إذا لعبت على دقة 1080 ب60 هرتز ومن خلال تجربة الجيمينغ على البروجيكتر هذا أقدر أقول لك أنها كانت تجربة جميلة جدا ولا واجهت أي مشكلة في موضوع الإمبوت لاغ والتجربة كانت جدا جميلة وممتعة سعر البروجيكتر حاليا هو 1900 ريال أو قريب 500 دولار وإذا كنت تبحث عن جهاز بروجيكتر ذكي ومحمول مع بطارية مدمجة ونظام صوتي 2.1 ويقدم لك جودة صورة وألوان وعمر تشغيلي عالي فلا تدور غير الجي بي 30 من ناحية تجربتي فكانت جدا إيجابية مع البروجيكتر هذا كانت هذه معينة بروجيكتر البينكيو جي بي 30 حاب أسمع رائكم حول المواصفات والأداء اللي انتم شفتوه وإذا كان عندكم البروجيكتر هذا وإذا كنتوا تفكرون في استخدام بروجيكتر شاركونا بتعليقاتكم ورائكم في قسم الكومنس وكما هي العادية إذا ما كنتمش تكبقات أتمنى أنك تشترك وتفعل جرسة تنبيهات عشان يوصلك جديدنا كان معاك بأخوكم بندر سلام عليكم